مرحبا يا سادس اليوم رح نبلش بدرس جديد وهو درس السكان في المملكة الأردنية الهاشمية أولا رح نحكي عن الزيادة السكانية في الأردن وأيضا عن أسباب الزيادة السكانية في الأردن وعن الكثافة السكانية في الأردن أولا رح نتحدث عن الزيادة السكانية في الأردن اتأسست إمارة شرق الأردن عام 1921 هذه كنا بدنا نعرفها ودائما منكررها أنه تم تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 كم كان عدد السكان وقتها؟ 300 ألف نسمة وحكينا أنه النسمة هي مقياس بقيس فيه السكان لكن صرنا نلاحظ أنه صار في عند زيادات في أعداد السكان يعني لو أخذنا قديما من تأسيس إمارة شرق الأردن أنه كان 300 ألف نسمة وإيجينا للوقت إلى 2015 زي ما هم مذكور في الكتاب كان 9.5 ملايين نسمة يعني هيك لاحظت أنه صار في عند زيادة في عدد السكان ثانيا رح لنتقل إلى أسباب الزيادة السكانية أسباب الزيادة السكانية يعني شو الأسباب اللي بتأدي أنه يصير في عنده في الأردن زيادات سكانية هناك سببين السبب الأول الزيادة الطبيعية والسبب الثاني الهجرات الزيادة الطبيعية وكنا دائما نعرفها حكينا هي زي الميزان بارتفع معدل المواليد وبقل معدل الوفيات هذه هي الزيادة الطبيعية ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات الآن رح ننتقل إلى الهجرة ما الهجرات التي تعرضها للأردن وأدت إلى زيادة السكانية؟ شو هن الهجرات التي كانت سبب في زيادة عدد السكان للأردن؟ أول إشي كان عندي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واثنين الحروب والنزاعات مثل الأزمة العراقية والأزمة السورية الآن رح ننتقل إلى الكثافة السكانية في الأردن بحكينا أنه من لما كان عندي استقلال من عهد الاستقلال صار في عندي زيادات سكانية بلغ تقريبا من 1952 ميلادي حوالي 6.6 أشخاص لكل كيلو متر مربع يعني لو آجي على كل كيلو متر مربع بلاحظ أن هناك 6.6 أشخاص بهالكيلو المتر المربع يعني صار في عندي كثافات سكانية كبيرة الآن لو لاحظنا ب2013 تقريبا صار عندي 74 شخص لكل متر مربع شوفوا شو كيف كان الفرق يا سابع الآن رح ننتقل إلى أسباب تفاوت الكثافة السكانية بين مختلف المحافظات الأردنية أسباب تفاوت الكثافات السكانية بين مختلف المحافظات يعني شو السبب اللي بيخلي مثلا كثافة سكانية في عمان بتختلف عن إربد أو بتختلف عن المفرق أو عجلون شو الأسباب تحكي لي يا مس واحد الموارد الطبيعية اثنين الأوضاع الاقتصادية ثلاث توافر الخدمات الأساسية وأربع فرص العمل فرص العمل والخدمات الأساسية بتخلي الناس تتركز في أماكن فيها خدمات أكثر من أماكن أخرى أيضا بتروح الناس بتروح على مناطق فيها أكثر كثافة سكانية طيب هلأ بدنا نحكي عن الكثافة السكانية في المحافظات لو لاحنا من الرسم البياني الموجود عندي إنه أكثر كثافة سكانية وين؟ هلأ منصف Remove هلأemblich هنا بهمente خدمات cuja أكثر كثافة سكانية في إربد�� بعدك جراش أقل سكانية كثافة سكانية فيمامتم انتغلت عالى ممكنحدمل لله spin الآن رح من تنتقل إلى المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية في الأردن المشكلات الناجمة عن الكثافة السكانية في الأردن واحد زيادة استخدام الموارد الطبيعية صار عندي بسبب الكثافة ان الناس تستخدم موارد طبيعية بشكل كبير ايضا زيادة النفقات الاستهلاكية ثلاث ضاعف من مشكلة الازدحام والاقتضاظ اربعة تضخم المدن مثل عمان والزرقاء وخمسة صار في عندي نقص في عدد المساكن والمرافق وستة زادت نسب التلوث وسبعة حرم بعض المناطق من ثمار التنمي والاستثمار اذا سبب الكثافة السركانية ظهرت عندي المشكلات التالية اللي ذكرناها قبل قليل الآن رح ننتقل الى السؤال الخامس واكمل فراغ بما هو مناسب كان عدد سكان الاردن عند تأسيس امارة شرق الاردن ثلاثمائة الف نسمة ممتازين بلغت الكثافة السكانية في الاردن عام 2013 ستة فاصة خمس الاف نسمة احسنتوا توجد اعلى كثافة سكانية في الاردن زي الرسم البياني اللي شفناه في اربد اقل كثافة سكانية في معان احسنتوا ما الهجرات التي تعرض لها الاردن وادت الى زيادة السكانية عام 1948 وعام 1967 هجرة الفلسطين هاي هون شوي شوفوا هاي بال48 وعام 1967 كان الهجرة الفلسطين ممتع الهجرة الفلسطينية ما الصراعات السياسية التي ادت الى موجات نزوح سكاني الى الاردن الازمة العراقية والازمة السورية هيك انا بكون كمال الدرس الى اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته